بعد جحيم أكل لحوم البشر في إفريقيا فيروس إيبولا تفتح القارة السمراء ذراعيها عنوة لقاتل جديد قادم من أقصى الشرق اسمه كورونا بعد أكثر من شهر على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا بإفريقيا وبالتحديد من مصر تجوز عدد الإصابات حاليا حاجز الألف متوزع على أكثر من أربعين بلدا نواقص الخطر دقت بالفعل فمعظم دول القارة الإفريقية لا تتوافر فيها أنظمة صحية قادرة على مواجهة هذا الوباء الفتاك تعتبر دول شمال إفريقيا ضمن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا فيما تأتي جنوب إفريقيا في طالعة الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات على مستوى منطقة جنوب الصحراء الكبرى من بوركينفاس في غرب إفريقيا إلى جزر موريس قبالة الساحل الشرقي للقارة منعت الحكومات التجمعات وأغلقت المدارس والكنائس والمساجد والمطاعم والحنات والمطارات يبقى تطبيق هذه الإجراءات بالغ الصعوبة في مدن يعتمد الجزء الأكبر من سكانها على اقتصاد غير رسمي وتجذب التجمعات الدينية فيها مثل الكنائس أو المساجد عشرات الآلاف من الأشخاص مصائب إفريقيا قد تكون بوابة لتثبيت الوجود الصيني لخطة طريق الحرير حيث تلقت إثيوبيا شحنة مساعدة طبية تحمل مليون ومئة ألف مليون وحدة فحص وستة ملايين قناع وستين ألف بدلة وقايا أرسلها الملياردير الصيني جاكما مؤسس موقع علي بابا الإمدادات ستوزع في أنحاء إفريقيا مع إعطاء الأولوية للدول المعرضة بشكل خاص لخطر كورونا